قصص الأنبياء مؤول عقوبة نزلت وعمت البشر كما ذكرنا في الحلقة الماضية ثم أن أول قبيلة كفرت بعده كانت عاد ذات المكانة العظيمة في الجزيرة العربية فنشر الكفر بالله تعالى في أرجائها أرسل الله لهم نبيا كريما إنه هود عليه السلام كان قوم هود يسكنون جنوب الجزيرة العربية في حضرمود ومنطقة تسمى الأحقاف وتعني جبل الرمل مطلة على البحر وفي القرآن الكريم صورتين تذكر قصتهم هود والأحقاف قال تعالى قوم النبي هود هم قوم عاد وقد كانوا طغاة وأقوياء متمردين يعبدون الأصنام فبعد الله فيهم نبيه هود عليه السلام ليدعوهم لعبادة الله تعالى وتوحيده وترك ما يعبدون من دون الله وما كان منهم إلا أنهم قابلوا دعوتهم بالإنكار والتكتيب والاستكبار حيث قال الله تبارك وتعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه إن لراك في سفاهة وإن لظنك من الكاذبين فأنزل الله عليهم عذابة بعدما كان نبي الله هود عليه السلام قد انعزل عنه قومه في حاضير هو ومن آمن معه هو هود عليه السلام هو هود ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح وقيل هو ابن عبد الله ابن رباح الجارود ابن عاد ابن عوس ابن إرب وسام ابن نوح وأما عاد فهي قبيلة قد كانت تسكن الأحقاب تقع في بين عمال وحضر موت في اليمن ويجدل بالإشارة إلى أن هود عليه السلام هو أحد الأنبياء العرب وهم خمسة أنبياء صالح وهود وشعي وإسماعيل ومحمد عليه مصطلاته والسلام وإن قيل ما هي معجزة سيدنا هود فإن الرسل يبعثهم الله تعالى بمعجزة لتقلع الناس بصدقهم ولتكون حجة على الناس فمعجزة سيدنا هود عليه السلام هي الريح السرسر التي سخرها الله تعالى له حضرهم ألا يصيبهم نفس المصير فدعوة كل منهما لقومه كانت بنفس الأسلوب والمعنى وكذلك ردة فعل كل قوم تزاه دعوة النبي المرسل لهم كانت متشابهة من الاستكبار والإصرار ولقع كل قوم عذابا من الله تعالى جزاء تكذيبهم ونجى الله النبيين ومن معهم من المؤمنين والمتأمل في آيات الله تعالى التي تروي قصة هود ونوح عليهم السلام يلاحظ هذا التشابه حتى في نصوص الآيات الكريمة لما كان رد قوم هود عليه السلام بإنكار واستفهام واتهام له بأنه جاء ليضلهم ويصرفهم عن عبادة آلهتهم استحقوا العذاب من الله تعالى حيث قال الله تبارك وتعالى وكذلك قاموا بتحدي نبيهم وتكديبه فما كان من هود عليه السلام إلا أن يذكرهم بعذاب الله ودعاهم لعبادته وطاعته وقد أرسل الله تعالى إليهم العذاب الذي أنظرهم من هود في سورة الرحمة فهم ظنوا أن الصحابة يحمل لهم الأمطار ففرحوا واستبشروا بدأ لكن كانت هذه الصحابة هي العذاب الذي بعثه الله تعالى إليهم فلم تتحمل لهم الغار وإنما حملت لهم الريح العاصف والأطرب والرمال فدمرتهم ودمرت مساكنهم كما قال الله تعالى تدمر كل شيء بعمر ربها فأصبح لا يرع إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وقال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إنا زعلته كالرميم وأما هود عليه السلام فكان في حضيرة هو ومن آمن معه وكان قد اعتزل قومه فلم يصبهم العذاب ولم يروا من الريح إلا النسيم العليل الذي جهنى به النفس وتشفى به الصدو قيل أن قبر هود عليه السلام مكانه في اليمن وقيل هو في دمشق في بيلاد الشام والحقيقة لا يوجد ما يثبت هذا فلا يعرف أين هو قبر نبي هود عليه السلام وكذلك باقي القبور التي تنسب للأنبياء لا أصل في ذلك ولا يوجد ما يثبت فالقبر الوحيد الذي لا يشك في نسبته للنبي هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر خليل الله إبراهيم عليه السلام في المغارة المعروفة في مدينة الخليل بفلسطين ولا يعرف قبر النبي هود ولا غير من الأنبياء تتضمن قصة هود عليه السلام العديد من العبر والمواعد وأهم ما تضمنته ملآتي التحذير من البطر والغرور بالقوة والبطش لأن هذا الغرور يقود إلى عواقب سيئة ونتائج وخيمة فقد كان قوم عاد يتفاخرون بقوتهم وبطشهم فأهلكم الله تعالى أيضا ألحظت على ذكر نعم الله تعالى باستمرار لأن النعم تدوم بالشكر ومن لا يشكر نعمة الله عليه سيخسرها بكل تأكيد والتوجه للدعاة بأن يجمعوا في دعوتهم لله تعالى أسلوب الترغيب والترهيب ألا تقصر دعوتهم على أحدهما فقط لأن هذا لا يحقق غرض الدعوة ووجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى والذي يجعل الداعي يقف في وجه الضغاة بكل ثقة وقوة مرحبا المشاهدين الكرام إذا استمتعتم بالمحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وموعدنا كل خميس إن شاء الله لمعرفة قصة نبي آخر وشكرا لكم